ولا شفارات ولا وجع نهائيا بالوصفة الرهيبة والمكون السحري ده هتزيل الشعر من الجزور مع سواد عشرين سنة هتبقي صلعاء ملساء بدون ولا شعراية وقفي بقى الطرق التقليدية وهتزيل الشعر من الجزور وبدون ألم ومنع نموه مش هينبط لكي شعر تاني بالمكون السحري ده والتحدي هيسلخ الشعر أهلا عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بخواتي وحبايبي عاملين اي رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهار ده بقى جايبا لكم طريقة ووصفة بصوا مكون جديد جدا ليه فعالية رهيبة لصلع المناطق الحساسة وللجسم وبيشيل الشعر من الجزور وبيفتح البشر قوي اتنين في واحد إزيلة للشعر ومنع النمو بس أهم من الوصفة زي ما بنقول في كل فيديو طريقة استخدامها ما تغديش جزء من الفيديو وتسيبي جزء تاني لأنك لو فوتي الفيديو ويقدمتي مش هتستفادي كامل الاستفادة فدي حاجة انت لك كامل الحرية برضو فيها قبل ما يبدأ وصفتي لأول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على زر الشراك الأحمر وتفعليك جار عشان يوصل لك كل جديد لايك للفيديو فضلا ولايس أمرا حبيبي تقلبي ما تنسيش اللايك ربنا يسعيدك ويفرح قلبك يا رب ما تستغسروش واختوكوا اللايك أول حاجة هعرفكم على المكون السحري اللي هنزيل به الشعر من الجزور وهنفتح البشرة من 3 لأربع درجات وهيخلي بشرتك بيضة زي القشطة وهيسلخ عندك الشعر ومش هيخلي فيه ولا شعرية حتى لو الشعر في وجهك خشن هتقدر انك انت تستخدميها عادي جدا المكون اللي معايا ده وهو الكوسة وطبعا لو ليه أسامي تانية يكتبولي في الكومنتات الكوسة دي لها فعالية رهيبة في صلع المناطق الحساسة والجسم والوجه كمان لها فعالية حلوة جدا لشد التراهلات والتجعيد والتفتيح البشرة أنا هبدأ أخد طبعا الوصفة اللي احنا بنعملها دلوقتي دي بالمقادير اللي انت هتشوفيها دي لإزالة شعر الوجه فقط فانتي لو هتستخدميها للمناطق الحساسة والجسم فهتضعفي الكمية المرتين فاعرفي المقادير بتاعتك علشان ممكن تضعفي بقى انت الكمية في البيت هنبدأ ان احنا ناخدها دي حبة متوسطة من الكوسة بالشكل ده هنبدأ نجيب المبشرة بتاعتنا وهنبدأ ان احنا نبشر حبة الكوسة بتاعتي كويس قوي على النعم بالشكل ده ايوة بس لحد ما تبقى نعمة خالص خالص بالشكل ده هي حبة واحدة وزي ما قلتلك دي هتكفي وجهك فقط فانتي ممكن زي ما قلتلك تضعفي الكمية هنبدأ ان احنا نجيب طبق تاني وهنبدأ ان احنا نصفي الكوسة بتاعتي لان انا مش عايزة من الكوسة غير المية بتاعتها فقط مش عايزة منها غير المية طيب التفلي بقى ده هنرميه هقولك تعملي بي حاجة حلو قوي التفلي الكوسة من الحاجات الرهيبة لازالة الهالات السودة لو عندك هلات سودة وعندك تجعيد تحت عنيكي هتاخد التفلي ده بدل ما ترميه تحطش عليه معلقة من جل الالوفيرا وتوزعي التفلي ده تحت عنيكي وتسيبيه لمدة نص ساعة هيديكي نتائج حيلة وهيمتص السواد تحت العينين والانتفاخ والتجعيد كل مرة بقول لكم حقول لكم اخر الفيديو وبنسف انا حبيت ان انا اقولها لكم دلوقتي احسن تمام بصوا احنا خدنا مقدار مية الكوسة بتاعتي معلقتين صغيرين من مية آآ الكوسة بتاعتي تمام تمام هنبدأ بقى نركن مية الكوسة دلوقتي وهنعمل خطوة مهمة اوي هنبدأ ان احنا نجيب طبقتين تمام وهنبدأ ان احنا ناخد معلقة معلقة كبيرة من المكون السحري ده بصوا وهو الشوفان الشوفان من الحاجات اللي بنزيل بيها الشعر من الجزور بيكسر الشعرة وكمان بيفتح البشرة وبيزيل الحبوب والالتهاب طيب لو انا مش متوفرة عندي شوفان هستبدله بالرز بالرز العادي بتاع المطبق بتاعنا بس طبعا الشوفان افضل واحسن بكتير بس لو ده بك الحال خالص ومش هتقدر يجيبي شوفان يبقى تستبدليه بالرز تمام اخدنا معلقة من الشوفان بالشكل ده ومعاها معلقتين كبار من النعناع المجفف وده ليه فعالية رهيبة لازالة الشعر ولعجز نمو الشعر ولتفتيح البشرة وتطهير الجلد وازالة الحبوب هبدأ اخد معلقتين من النعناع المجفف بالشكل اللي انت شايفان معايا ده هتبدأ ان انت تغدي النعناع المجفف مع الشوفان وتطهانيهم لحد ما يبقى قومهم بودر خلص انا عايزاي يبقى ناعم على قد ما تقدر ينعميه على اساس ان المقونات تتجنس مع بعضا بصوا النعناع اتطحن مع الشوفان بالشكل اللي انت شايفان معايا ده وعايز اقولك رحة النعناع جميلة جدا تمام اتطحنه قوي هنبدأ ان احنا نجيب ميت الكوسة بتاعتي وهتبدأ ان انت تغدي على مية الكوسة معلقة كبيرة من الخل الابيض معلقة كبيرة من خل الطعام الابيض وممكن تحطي خل تفاح يا اما خل ابيض يا اما خل تفاح ده او ده هيفيدوك في الوصفة مفوش اي مشكلة بعد كده حبيبة قلبي هتبدأ ان انت تضيفي المكونات بتاعتك اللي احنا طحنناها على الكوسة والخل وهتبدأ يتقلي بيهم كوي سوي طبعا الخل هنا بيصلخ السواد بيشيل الكلف وكمان بيعجز نمو الشعر اضافة نصف كوباية من المية نصف كوباية فقط من المية بالشكل ده هنبدأ ان احنا نرفع مكوناتنا على النور على نور هادية مع التقليب المستمر طبعا مش هتتقل معاك على طول لان احنا مش حطين لا نشا ولا حطين اه دقيقة او طحين احنا حطين شفان فهنبدأ ان احنا نقلب المكونات ونسيبها تغلي مع بعض لحد ما تحس ان قوامها بدأ يتقل معاك وبقى كريمي هتبدأ يتقفل النار وانا هوريكي شكلها برضو على اساس ان انت تعمليها نفس القوام اللي انا هورهولك بصوا حبيب قلبي المكونات بتاعت تقلت بصوا بقى قوامها كريمي خالص زي ما انت شايفة كده هتبدأ يتنقلي المكونات بتاعتك في طبق بالشكل ده كده نتيجها بجد هتبهرك نتيجها رغم جهة بصوا طيب قبل ما اقولك طريقة استخدامها هنسيبها بس تبرد شوية لحد ما نعمل الطريقة اللي هتكون بعدها على طول علشان نكسب برضو وقت تمام معايا يعني تلات تربع فنجال من المية العادية تمام تلات تربع من الفنجال المية العادية هنبدأ ناخد على تلات تربع فنجال المية العادية هناخد معلقة كبيرة من الشابة المطحونة بتبقى احجار زي ما انت شايفة كده وبتبدأ ان انت تطحنيها او تشتريها مطحونة من عند العطار على تلات تربع كبية من المية العادية وهنبدأ نقلبهم كويس لحد ما ندوب الشابة بالشكل ده مع المية كويس قوي تمام تمام دلوقتي دي الوصفة التانية اللي احنا هنستخدمها اول ما المقونات بتاعتك تبرد شوية اول ما تبرد شوية هتبدأ ان انت تفرديها بالشكل ده كده على المكان اللي انت هتزيلي منه الشعر لو المناطق الحساسة هيبقى هنقص الشعر الطويل علشان يبقى الشعر اه خفيف وطبعا هي لسه سخنة شوية فمش اقدر ان انا احطها بالمعلقة بحطها بسبوعي كده بس عشان ايه اه هي لسه سخنة فالمفروض ان انت تحطيها على بشرتك لما تبرد خلص هتحطيها على جسمك وعلى وجيك وعلى المكين ان انت هتزيلي منها الشعر والسواد والشعر تحت الجلد وهتسيبها لمدة عشرين دقيقة كاملة لحد ما تنشف خالص هتلاقيها نشفت جدا في بشرتك هتبدأي تفرقيها عكس تقياه الشعر هتلاقي الشعر بيتفتفت معاكي وبيتشال معاكي وبتتكسر الشعر من الجزور اه على حسب كسافة شعرك ممكن الشعر يتشال بنسبة خمسين في المية فهتضطر انك تعمليها تاني عشان الشعر يتشال بنسبة مية في المية وعلى حسب كسافة الشعر بس انا بقولك الطريقة دي هتصلخ السواد وهتفتح البشرة وهتشيل البوع وكمان هتشلك الشعر وهتعجز نمو الشعر بعد ما هنخسل بشرتنا كويس هنبدأ نجيب المية بالشبة وهنبدأ ان احنا ناخد من المية وهنبدأ ان احنا نحطها على جسمنا وعلى اه الاماكن اللي احنا زلنا منها الشعر سواء بالسويت او سواء بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي وانا بقولك احسن لك وافضل لك تعملي الطريقة دي بعد كده هتبدأي ان انتي تسيبيها لمدة عشرين ديئة برضو وبعدين تخسلي بشرتك تستخدمي الطريقة بتاعة الشبة والمية ديت بعد كل ازالة شعر لمدة تلاتة ايام وراء بعض تمام آآ الطريقة دي هتستخدميها كل ما تحتاجي تزيل الشعر مرتين تلاتة